أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامجكم خدماتي بعد تقديم لكلية الشرطة خلال اليومين دول وطلبنا الراغبين والطمحين في الالتحاق بكلية الشرطة مصنع الرجال ناس كتير بتسألنا عن الاختبارات اللي بيتم إجراءها داخل أكاديمية الشرطة هو أنا كطالب سواء خريك سنوية عامة أو خريك بعض الجامعات والتخصصات المطلوبة لما روح هيختبرونه في إيه؟ هاعد كده كإني طالب لسه ويختبروني كتابة ولا اختبارات عضلية ولا هاعمالي بالضبط ناس كتيرة بتسأل الأسئلة دي احنا نهاردة نشرح لكم ببساطة الاختبارات التي تجرى داخل أروقة أكاديمية الشرطة مفيش داعي للألة الاختبارات سهلة وبسيطة هناك 8 اختبارات نهاردة نشرح لكم بالتفصيل أهم اختبار منهم وهو اختبار الطب النفسي للأسف اختبار الطب النفسي مفيش إعادة فلازم تتجاوز الاختبار من المرة الأولى اختبار الطب النفسي ببساطة هو اختبار بيقيس قدراتك النفسية ومدى الضبط والتحكم في النفس خاصة أنك تعمل بجهاز حساس وهو جهاز الشرطة لازم يكون عندك اتزان نفسي بيضمنه أن يكون عندك اتزان نفسي وهدوء نفسي إذا ما تأكدوا من ذلك بتتجاوز هذا الاختبار بسهولة ويوس وبعد ذلك بتتدرج في باقي الاختبارات وصولا إلى الاختبار رقم 8 وهو اختبار الهيئة إذا ما وصلت اختبار الهيئة وتجاوزت اختبار الهيئة بعد ذلك بتتعقب بجهاز الشرطة وتبحاءات حلمك الحلم اللي يعني طال الانتظار وهو التحق بكلية الشرطة مصنع الرجال احنا دوما هنا في برنامجكم خدماتي هنشرح لكم كل الأمور الخاصة بتأديمات ومواعيد التأديم وزي تقدم وزي تدخل لكلية الشرطة والوراء والمستندات كل حاجة هنا ببساطة شديدة جدا فانتظرونا دايما في حلقات جديدة وبرنامجكم خدماتي